السؤالي ليك لو أنت هتبص من بره مش أنت مدرب كمال قلت لك قل لي 3 أسماء مؤهلين أنهم يدربوا منتخب مصر محليين أو مصريين مين 3 دلوقتي مؤهلي ما تحرجنيش هسهلها لك تعالي انت في الأول أن كل مدرب وله إمكانياته وله مميزاته فلو قلنا شروط منتخب مصر لو حاطنا معايير يعني والله مدرب يكون عنده خبرات والله يكون مدرب عنده شخصية والله مدرب يكون مثلا لو حطيت معايير واخترته قدامها 3 ماسا ممكن يبقى حد فيهم مرشح طب أقول لك على حاجة حلوة عشان ما أقولش أسماء خلينا نتفق في الأول أنك عايز تجيب مدرب مصر لازم يبقى الإعلام المصري كله في داره أعادي أقول معايير الكاريسي أنا أسفل أقول لك كده بس أصلا ما هو مشكلنا هو هيتم اختاره بالشكل ده بس للأسف ده معايير الكاريسي أنت عايز مدرب كويس ماشي ما هو خد بالك أقول لك على حاجة ما أقصدش إن هو مع هولفكرة الكابتن حسن شحاتة لما مسك منتخب مصر تهاجم هجوم شرس وعلى إيدي وحضرت للأيام دي بس في الآخر كله في ظهر الكابتن حسن شحاتة شفت أنت قلت إيه بقى بس لما اختاره الكابتن حسن شحاتة في الأول كان فيه انتو قادات كاسيرة معنى معاشي كده بقول لك إعلاميا لازم تسنق أي مدير فني جاي كابتن أهاب جلال جه قاعد شهرين يا جماعة معقولة لحق يفشل هو لحق كابتن حسن البدري كابتن حسن البدري شهرين كابتن شاوي غريب شهرين ما تصيرش ولا ماتش طب يا جماعة هو فيه كده يعني ما هو لازم عشان تختار مدير فني لازم أولاً أولاً وثانياً وثالثاً الإعلام المصري بقى في ظهره ما احنا بنشوف يا جماعة فرق انت كنت اللوقتي جاي بمدرب غنية ده عامل إنجازاته وشغلة عاصمة بس بالمناسبة كابتن طارق افريد مسلاً أنا طلعت وقلت مسلاً يعني جابه كابتن طارق السيد مدير فني منتخم مصر فطلعت وقلت كابتن طارق السيد لا يصلح لمنتخم مصر أنا ميل أنا انت يعني كريم ده رأيه اقمته يعني اللي ليه قيمة رأيه المسؤول عن اتحاد الكورة المسؤول عن إدارة الكورة في مصر مش المفروض يكون برضه سامع للإعلام وسامع للجماهير أنت أخذ قرارك وشايف إن ده صح كمل بيه واشتغل عليه لكن إحنا مشكلتنا زي ما أنت بتقول كده إنه لازم يكون المدرب مدعوم إعلامياً وجماهيرياً عشان يشتغل وده بقى أصلاً في الأصل ده مش حاجة صحيحة بس ده هو ده الأساس دلوقت يا كريم بس ده هل ده صح؟ معه مش صح آه مش صح أقول لك على حاجة طب هو الفترة اللي فاتت دي لما تيجي تبص مثلاً لمنتخب أوتيم زيتيم الجزائر الدورة اللي فاتت المدير الفني جمال بالماضي كمل صح والناس دعمته والناس وفت في دهره إنه يفشل في المرة التانية خلاص شكراً مفهوم شكراً وليد الدكراكي أوه وصل رابع العالم حرج من دوري 16 مكمل معك وما حصلش أخد بالك على كاس أم أفريقية بس وصل رابع عالم بالظبط ماشي فالناس وقفة براه في دهره صح والناس بتدعم صح والناس شايفة في حاجة كويسة صح يبقى مش مش من شهرنا يا كريم يا كريم ده 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 يعني يعني ما احنا ما احنا قريدي قريدي طب هقول لك على حاجة عندي سبيل المثال على سبيل المثال لحد فترة قريبة جداً الكابتن علي ماهر اللي من المداربين البروميسين جداً ومداربين عاملين عاملين بقاله 3-4 سنين شغال بشكل رائع لحد فترة قريبة كنتش خدت لإيه ولا لإيه برو برو كل مصر كل مصر وما معاهاش ايه كمان ما تعملتش اللي مرة واحدة من 3-6 سنين طب ما اتطورني انا عايز اشتغل انا يا عامل ما معايش فلوس اطلع بره ساعدني لمصلحتك لمصلحتك كرة في مصر في الأول في الأخر انت عندك صفة دولية كلعيب كرة وكمدرب عندك الصفة الدولية طب انا فيه ناس كتير جداً مدربين كتير جداً ما عندهمش الامكانات ان هم هيسافروا طب هيعمل ايه هيعمل ايه يعني هيقعد يجيب بقى اليوتيوب يتفرج عالتاملين واشتغل مش منطق علمني او اديني الفرصة ان انا اتعلم على فكرة بتكلمش على طريق الساعة يعني انا بتكلم على كل الناس طبعا اديني فرصة ان انا ااخد شهادة حتى يا كابتن يا عم الكريم ده الناس ما بيعترفوش بالرخص اللي احنا بناخدها هنا على فكرة مدربين مصر اللي هم اصلاً علموا الناس الكورة على سبيل المثال كابتن بورجيلة في السعودية كابتن احمد عبدالحليم في الامارات كابتن حسن شحاتة والاسماء الكبيرة دي اللي علمت الناس الكورة برا في المنطقة العربية مصريين ما بيعرفوش اشتغلوا إلا درجة تالتة عشان ما معهمش لعيوة لعيوة برو هل ده كلامي؟ طب انت امتى هتديني دي عشان انا حتى لو مش اشتغل في مصر انا اعرف اشتغل برا اشرفك برا الله ينور عليك اعرف اخد خبرات اعرف يبقى عندي عندي الشهادة بتاعتي اللي تقدر تخليني اعرف من ضمن شروط الشغل في دوري روشن ودوري ييلو بتاع السعودية ان انت لازم يكون معاك الابرو كام واحد في مصر معاك الابرو ما بيعرفوش اشتغله التوانسة ملييني دي السوق هناك عشان اسكية بيعرفوا ياخدوا الحاجات دي وبيطلعوا وبلدهم بتسعيدوا فاهم اهم نقطة الله يكون فعوان الكابتن علاء نبيل فيها ان انت تعرف تعمل الرخص دي للمدربين عشان حتى لو مش هشتغل في مصر طيب هقولك على حاجة حلوة هو الكابتن ايمان رماضي كان شغلته لعمره في الامارات لسه جاي السنة اللي فاتت هنا الدوري المصري صح؟ بدأ يشتغل ويعمل نتايج كويس صحيح لو مش معاش هداد دي كان يشتغل في الامارات كان حد يعرف حاجة اسمها ايمان رماضي لا بس هو الراجل عشان طلع من بدري برة وخد الرخص دي برة بدأ يشتغل دلوقتي انا بديك على سبيل المثال يا كريم برضو الكابتن ايمان مدربين كويسين جدا وعمل شغل كويسة او مع سيروميكا وحصل على بطولة فاول مطش لي مع سيروميكا كيلوباتك صحيح الاصل في الموضوع ايه ان انا بقولك لازم تسقف المدرب لازم تديله المساح ان هو يعرف ياخد رخصة او ياخد دورة تدريبية لان مش كتير من المدربين المصريين عندهم امكانيات مادي قدر سفر برة شكرا